وعقد وزير الخارجية السيني واني اجتماعا مع نظريه الألماني فرانك بولتر شتايمير أمس الأحد وبحث سلسلة من القضايا محل الاهتمام المشترك في طار الجولة الرابعة للمشاورات بين الحكومتين السينية والألمانية هذه المرة الثانية وزيري الخارجية الصينية والألمانية في بكين في غضون شهرين وقال وان إن شراكة الاستراتيجية الصينية الألمانية في جميع النواحي شاهدت زخم تنمية جيد وعشر إلى أن البلدين سيستقبلان الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية العام المقبل ويجب على جانبين تعزيز الخطط طويلة الأمد مع تنفيذ توافقات المشاورات بين الحكومتين لتمديد زخم تطور العلاقات الثنائية ودعوا إلى التنصيق الكثيف بين البلدين باعتبارهما دولتي الرئاسة لقمة العشرين للعامين الجاري والمقبل على التوالي وذلك من أجل دفع قمة قادة الدول العشرين للتكلل بالنجاح إضافة إلى تقديم المساهمات للنمو الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي الدولي وحث البلدين على معالجة الخلافات بشكل مناسب وقال إن الصين تقدر عاليا الموقف الألماني المتمثل في لعب دور بناء في دفع العلاقات الصينية الأوروبية وتأمل الصين في أن يتمسك جانب الأوروبي بالتزاماته في البند الخامس عشر في بروتوكول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية من جانبه قال أشتان ماير إن ألمانيا مستعدة لمواصلة التبادلات رفعة المستوى مع الصين ودفع التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والشؤون الدولية مؤكدا أن ألمانيا تتمسك بسياسة صين واحدة موسيقى